مش بس بتحارب إرهاب انت عندك أبوك كذب وافتراء وشائعات شغالة تقضح في كل إجراء وما صار تعمله انت كمان مش محل تقدير من ناسك اللي انت بتعمل لجل خطرهم او لجل خطر ربنا وخطرهم لا ده كمان وانت بتعمل كده بيتم الإساءة لك وللإساءة المسئوليك مش ليهم هم بس هم وقصرهم ولكن لا بأس لأن ما فيش حاجة بتروح عند ربنا كل كلمة كد لها أجر كل إساءة لها أجر المسئول اللي قسئ لي او تم عمل بهتان عليه ده مش حيمش كده إذا كان نحن بنؤمن بالله وإن في يوم هنقف ونتحاسب مش أنا اللي هتحاسب اللي حيحاسب ربنا اللي لا بيخفل ولا ينام كل تفاصيل الإفك والمكر اللي اتعملت على مصر خلال على الأقل العشر سنين اللي فاتوا واللي كانت امتداد عشان كده قلت أنا حكلم على قناة سويس وبس وكانت امتداد لبناء حالة من عدم الثقة للإنسان المصري تبقى جزء من الشخصية المصرية متشككة غير واثقة في نفسها وفي بلدها ده بناء فكري وجداني اتعمل لمصر خلال أربعين خمسين سنة وهم يعتقدون أنهم حيقدروا من خلال ده يبنوا أمة الأمة لا تبنى إلا على البناء والإصلاح فقط لا الخراب ولا الإساءة ولا الإهانة ولا الهدم ولا التشكيك ولا الظلم لما نقول على عمل عمل مسؤول إن العمل ده منقوص أو فاسد أو غير مدروس أنا بظلمه بظلم بظلم جهده وعمله بحطه على العمل بتاعه تراب بحطه على العمل بتاعه تراب عشان كده قلت في بداية الكلام أنتو ده اللي احنا حنقوله لكم حكاية وطن في ثلاث يام فيه هنا معانا ناس سياسين كتير يقول لك يا راجل حد يقول عندك فرصة في الانتخابات اسمعوا كلام شوفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر